تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لعملية الاقتحام التي استهدفت مبنى إقامة سفير الجزائر بالخرطوم وتخريب محتوياته وتشدد على ضرورة متابعة الجنات والمخربين المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية وإذ تشدد الجزائر على ضرورة حماية مقار البعتات الدبلوماسية فإنها تجدد دعوتها لكافة الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات لإنهاء الأزمة بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قامت في وقت سابق بإجلاء طاقم سفرتها بالسودان وأفراد الجالية جراء الأزمة المؤسفة التي يعيشها هذا البلد الشقيق